تبادل الرئيس الصيني شيجينبين اليوم الثلاثاء برقيات التهنئة مع نظره البيروفي بيدرو كاستيلو بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وبيرو. وأشار شيء إلى أن البلدين منذ إقامة العلاقات بينهما قبل خمسين عاما شهد تعميقا للثقة السياسية المتبدلة وتوسعا مستمرا في التعاون العملي والتبادل الثقافي. ما يعد نموذجا للتضامن والتعاون والتنمية المشتركة بين الصين ودول أمريكا اللاتينية. وقال شيء أن الصين وبيرو تبادلت الدعم منذ تفشي وباء كوفيد-19 وتعاونت في المكافحة واللقاحات ما يجسد واقعيا مفهوم مجتمع المصير المشترك للبشرية. لافتا إلى اهتمامه البالغ بتطوير العلاقات بين الجانبين واستعداده للعمل مع نظره البيروفي لاتخاذ هذه المناسبة فرصة لتعزيز التقاء الاستراتيجيات التنموية بين البلدين. وتحسين التعاون في مختلف المجالات والارتقاء بمستوى وإرشاد مختلف الأوسط من كلا الطرفين لتوارث الصداقة التقليدية بين الدولتين بشكل مشترك. ودفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين إلى مستويات جديدة باستمرار. من جانبه قال كاستيلو إن علاقات البلدين ارتفعت إلى شراكة استراتيجية شاملة في السنوات الأخيرة على أساس الصداقة التقليدية. مشيرا إلى أن بيرو تولي اهتماما بالغا لتطوير علاقاتها مع الصين وتشكرها على دعمها في مكافحة الوباء من خلال تقديم كمية كبيرة من المواد واللقاحات. وهي مستعدة للحفاظ على التبادلات الوثيقة رفعة المستوى مع الصين ودفع التعاون في مختلف المجالات مثل التجارة والاستثمار والسياحة والرقمنة وصيانة تعددية الأطراف بشكل مشترك والعمل معا لمكافحة كوفيد-19 وتحقيق الانتعاش الاقتصادي.